اشتركوا في القناة وما احدا بيطلع له يزاود عليهم بحرف ان كان بالدم او بتضحيات حابب اولا ارد على عتب المحبين من اهل حوران الذين انتقدوني وصديق اخر انتقدوا انه التجاهل والتعتيم الاعلامي ليش على معارك حوران بعض الاخوة يقول اي وينكن عن معارك درعة وعن ملاحم درعة لما صارت معركة حلب صراعة الدنيا فيها ليش الان ساكتين يا اخو والله مو عن عمد ابدا نحن صح انا مقصري معكم عن جد يعني بس والله نحن من تزمين منذ انطلاق معركة الموت ولا المذلة بقرار غرفة العمليات بعدم ذكر اي خبر عسكري ميداني الا بعد صدوره رسميا من غرفة عمليات البنيان المرصوص بتصدر بيان رسمي نذيعه ما بتصدر نضل ساكتين وبصراحة وعن تجارب سابقة ملاحظتين هون لاحظنا نحن مثلا في حوران لم يستأثر اي فصيل بالنسبة انتصارات المنشية له شوفوا ما احلاه الامر اللي صار اللي كنا متمنان لأول الثورة يعني ابدا بل الجميع بدون تسميات البنيان المرصوص وهذا على فكرة سبب بركة وما احد اذكر يعني انا سألوني مثلا شو الفصل اللي عبد قاتل من هي بقول لك ما اعرف لان الايام بعض ايام بعض شهور انت انسيتها خلاص عندك غرفة عمليات عندك البنيان المرصوص لان بالشمال مثلا وبغيرها بتصير معركة بشارك فيها فصيل رئيسي تذكره فبيقول لك الثاني وليش ما ذكرت فلان ولا هداك مو على كيفك مو على مودك وخد بقى على تحليلات مؤامرات وبلاوي وياهم ملالي يعني الناحية الثانية السرية في العمليات العسكرية الاختصارات يعني سقطت مناطق عديدة لم يكونوا يعلنوا عنها الا بعد تأمينها نحن مثلا نقول ونستعجل عن حس النية ونفرح الناس اللي قلبها مقهور نقول مثلا سوران صديق المنطقة الفلانية صديق القرية الفلانية صديق النظام على فكرة مو بالضرورة يعرف انه سقطت من مصادره من وين بيعرف منا نحن يعني مثلا الضابط لما يكون ماسك قطاع وقرية او جبهة تسقط وما بيخبر قيادته فمين بيعرف النظام بيعرف منا وهي اخطاء نحن ارتكبناه ونعترف في هذا الامر يعني اعلاميا يعني 120 يوم الآن بالتمام والكمال انا بصراحة يا اخوي والحوارنة بالذات والسوريين اقول نحن مثلا من 3-4 ايام كنت نساعد حلقة لين ظهر كلمة للمهندس ادهم اكراد وهو قائد كتيبة الهندسة والصواريخ قال يا شباب كلمة انا قدي سمعت كلمات عسكرية منذ بديت ثورة لا ناطقين عسكريين وجهاديين وجيش حر وفصائل بس مثل هذه الكلمة انا ما وجدت صراحة ما خلان نشي نحن اهل الحكي والاعلاك المصدي يعني ما خلان نشي لا ناحية عسكرية ميدانية حكها الاصدقاء الاشقاء الخدلان الداعمين الفصائل المجاورة في الجنوب اللي مخازنها مترسة بشتى انواع السلاح اللي ما عبت اللي ما عبت ما عبت حركوها اللي عشعش قال فيها العصافير في بعض مخازنها لمز ايضا لمن خون في الشمال يوم ما معارك حلب وكانت جنوب المهم ما ترك شي بصراحة والله بصراحة كنت انا بدي حط الحلقة وخلاص اسمعوا لي ادهم اكراد المهم 120 يوم الانطلاق احدى اهم معارك الجنوب السري وانا بدي احكي عشق الميداني وباختصار وتعليقات سريعة الموت ولا المدلي بعد ان جاءت ردا على تحركات النظام عن خطة غبية يريد الوصول للجمرك القديم اللي كان يبعد عنه شي 200-300 متر عبر انفاف تحت الارض لكن كان رجال البنياء المرصود لهم بالمرصاد وكشفوا كل تحركاته ليش النظام يا شباب بده الجمرك القديم ببساطة لانه خط شريان شرق درعة بغربها وبالفعل بدأ التجهيز من قبل الثوار وتم البدأ بمعاركة الموتو للمدلق قبل حوالي ثلاث اشهر منشان يتغدوا فيه قبل ما يتعشف يوم وبدأ تتهاوى دفاعات الميليشيات الايرانية وتسحق وتحرق بالمفاخخات والمدافع والصواريخ وتم تفجير معظم انفاق النظام وافشال العمل العسكري للنظام وحلفائه وقتل حتى هذه اللحظة اكثر من 200 جندي وضابط من جنود النظام واكثر يعني على الاقل في اشياء همما ما بيعلنوا زينا يعني على الاقل عندك شي مئة من حزب الله والميليشيات الايرانية من الحجد الارهابي وغيرها مع وجود على فكرة مئات الغارات الجوية الروسية لم يستطيعوا ايقافهم من التقدم وتم تحرير جزء بعد جزء من حي المنشية ومن عشرة ايام الى الان تتوارد انباء عديدة انه النظام وايران وروسيا يحشدون من الميليشيات الحزب الله والحجد الارهابي والافغان الحمقة والهزارة والافغان مش الحمقة كل الافغان اقصد الهزارة اللي في الافغان الحمقة اللي عبي جنده من النظام يعني زج النظام باول دفع 70 مقاتل من حزب الله قتل الثوار منهم 16 ورجوه مع الضاحية بشكل افقي بعد ما اجو بشكل عامودي هايدي استراتيجي جديدي على قولة هذا الحصب الله ومن المصاخر النظام انه احضر قاذفة صواريخ فيل مسميها جولان 400 هو بتعرفوا كان الزلم يريح على الجولان بس خربت بالطريق هيك ايه واجه على الدرع هذه صورة تشاهدونها كلها من ملاحم الموت ولا المذلة على فكرة انا اقول هذا كلام الثوار الحواري لمعلوماتكم ما عاد شي شي مخبة يعني احنا ليس لديهم الان احد او داعم الا الله بتعرفوا انه هم محاصرين بين نيران العدو وجدران الشقيق بتعرفوا انه الجريح عندهم بتمنوا يستشهد منشان ما يموت على سلك الشائق على الشقيق على جدران الشقيق بتعرفوا انه حتى الجريح يتمنى انه ياما في جرحه حتى جرحه ما معين يفوت بيبوسوا مليون صباط ومليون رجل بيدفعوا بلاوي فلوس منشان يدخلوه واذا دخل يعني لانه الكل بما فيهم ما يسمى الداعمون تخلوا عنهم وحصارهم على فكرة اصعب من حصار اهل الغوطة الشرقية من اربع سنين على فكرة محاصرين في ورح ورح هم يقولون باختصار نحنا ننتصر او نموت بيقولوا لهم بالله انتم مصيركم زي مصير فصائل حلب ومش عارفين انتم بتعرفوا فصائل حلب 3-4 فصائل حلب بالأسف بالأسف ما حاحكي خلاص المفضوح ولا يفضح رغم انه الحشود اللي يحشدها الآن النظام وإيران وروسيا بيقول لك الآن الحوارنة ننتصر او نموت كل هذه الحشود اللي يعب يحشدوها امام ثل من الشباب الصادقين الصابرين وتحقق على فكرة ما قاله رئيس اركان جيش الاردني حين قال للزميل لفراس كيال في بي بي سي حول مراحل عمليات العسكرية من حلب لوادي بردة وليس انتهام بحورها وراجعوه لان هناك الآن رغبة دولية مفضوحة امريكية روسي عربية ان يبسط النظام وسيطرتها وعلى درعة ويصل لمعبر نصي وفي الرسالة انقولها من اهل الارض هناك الى اصحاب الانتفاخ الفصائل في الشمال السوري اللي بيقول عندي 30 الف مقاتل اللي بيقول عندي 20 الف مقاتل اللي بيقول عندي 15 الف مقاتل الحوارنة بيقولوا ما حنخونكم مثل ما خونتونا لان بصراحة كل الناس ناشطين ووقعنا في ظلم على الحوارنة بصراحة يعني يوم معارك حلب انه ليش معارك حلب شغالة وجبت حوران نايمة والغوطة الشرقية نايمة وشيء من هذا قبيل ما نعرف ظروفهم نحن بيقولوكم ما بدهم تفتحوا جبهات ولا حنخونكم بيقولوكم بس دعونا هذا ما قالوه لكم والسلام عليكم